السلام عليكم السلام عليكم بس لو زال واحد موجود وقال الصوت كويس تمام رير عادل ميادة السلام عليكم شباب كيفية الأخبار الصوت تمام معايدة النوم نأسف والله أخوانا بس الناس الحاضرين الآن طلب بسيط اعملوا لي أنا شير لللايف دارتكلم في نقاط كده سريع ما حاولت منزموكم كتير لكن عاوز شير عاوز شير كيف أخباركم إن شاء الله ضيبين نأسف للغياب وكده يعني جوجو كيف أحوالكم شباب مصعاب هشام سناء عبد الله بهية أبو القاسم عبد الله أحمد والله ما بدفع لكن بس يعني إذا ما فيها صعوبة بالنسبة لكم والله بيكو قال ليه على الرسطة ولا اختفيت لشنو والله اختفيت ساي بس يعني مع العريض غايت بس خليه ساي رب نحفظكم كلكم شباب بديكم العافية هند قالت صرفة في زرقاء الجنبي قلته أوه صرفة قال ليه ظهر الله يستر معناه في نصيبة استغفر الله يا أخوة النبي دبارو يا أخ أنا أنا بجيب الكفاوي بيجيتوا حساسين لاحظتوا معينتوا لاحظت لكم يا شباب بيجيتوا حساسين بس منتوا شوفوني خلاص الناس بيجيتوا كفوا وبتاعك أنا أخوة أنا والله بأختص بس حردة كده يعني حاضر الناس اللي قالوا نحسانين اديك العافية بيكم قريت حسي منشور بيتكلم عن ابراهيم الأمين بتكلم عن الاتفاق التم قبل شوية قالوا يعني انه اتفقوا في النقطة الأولى تعيين الأولاء يتم عن طريقة مجلس الوزراء المجلسة العسكرية والمجلسة السيادية ما عنده علاقة بيهو ربنا نعفوزكم كلكم شباب طيب يلا نبدأ بعد ده العدد كويس قال اتفقوا على نقطتين الأولى انه تعيين الولاية يتم عن طريق مجلس الوزراء النقطة التانية قال اتفقوا على حل جهاز الأمن والمخابرات الوطنية وتحويل تبعيته إلى مجلس الوزراء وهو جهاز يعني بالمعلومات او صيغة الجملة انه يبقى جهاز بتاع معلومات وانا اساسا طالع اللايف ده منتظر النقطة دي يعني يعني ما قالوا مفزل قال ليه ما شين يتفقوا فيها لكن عارف انه ما شين يتكلموا فيها عرفتها من وين من انك تكون نايم تصحى الصباح تلقى يقول لك يا اخي ضم 12 ألف من قوة الضاربة اللي هو الادارة في جهاز الأمن والمخابرات وتحويل تبعيته إلى الدعم السريع طوالت عارف انه شنو انه حيتيم حل جهاز الأمن والمخابرات وتحويله إلى جهاز بتاع رصد ومعلومات طيب الموضوع ده كيف يعني يعني الاتفاق الحسي تم النقطة اندل نستفيدنا منه شنو بالنسبة لتعيين الوزراء وتعيين الماء وزراء ده موضوع ما حنستفيد فيه حاجة لانه انت في المجلس السيادي يعني ده نقطة خليها بيجنبات كلم ليه عن موضوع جهاز الأمن والمخابرات ده ده اللي بهمني يعني النقطة الوحيدة الممكن نقول المفاوضات هبشتها هبشة حقيقية وبتهمنا هي النقطة بتاعت حل جهاز الأمن والمخابرات طيب وبعد ما حليته هو جهاز الأمن والمخابرات الجزء الوحدة اللي بتأثر علينا في حياتنا بترهيبنا في الجامعات بتقفل الجرائد بتفتح التلفزيون بتغير مسار الشارع بتفضليك الندوة بتعتغل السياسيين بتعتغلك من بيتكم بدون سبب ما في ذلك بيقدر زالهم هو اللي هو الإدارة طيب انت حليته لا والله ما حليناه وديته اين والله قبل ستة ساعات من نقعد في الاتفاق حولناه للدعم السريع يعني القوة دي ما في جهاز مخابرات في العالم عنده قوة ضاربة دي كوانا صلاح جوش والعالم لما الناس كلها والأحزاب اعترضوا للمسألة دي وانه يا أخي حل جهاز الأمن أنا كما بتكلم عن اللي والإدارة دا الغوات ضاربة لـ 12 ألف عسكري مسلح ديل اللي هو تكوين تكوين ايدولوجي انتماء ايدولوجي حزبي لحماية النظام أفراد النظام ما جابوهم عشان حمايتك ولا حماية الدولة ولا حاجة يعني الخطورة من حل جهاز الأمن والمخابرات حسي عشان الموضوع بتاعه اللي والإدارة الـ 12 الفدل والدول لك الدعم السريع في زلطان بيقدار يبيشون هناك الصوت يا أخوان الصوت ما واضح الصوت ما واضح الصوت يا أخوان ما واضح ما ليش طيب منتصر عوض صلحني قال لي إدارة العمليات وليس الإدارة احنا بنقول لي والإدارة اللي بنعرفه داك لكن ما في مشكلة منتصر واضح الصوت طيب حرج عليك للنقطة دي سريع انه أخوان خطورة اسمها إدارة العمليات دي كويس انه هي قوى ايدولوجية كون الحزيب وأسس النظام لحماية نفسه حماية أفراد النظام تمام القوة دي كلها طلقها من جهاز الأمن بيقى عبارة عن حلة بريستو بيقى حلة بريستو عادية يعني زي جهاز اللامنة والمخابرات دا بيقى حلة بريستو عادية يعني لما نمشي في نصف الشارع كي بيكتشف انه الرافع النساء بيجدعهم من البوكسي يقول لك ووجد أفلام معارف مرمي في الخور ووجد الجسد وهو أساسا ما بكون عنده قضية تمام ابقى الموضوع الآن مشكلتنا حسي نرجع تاني لا 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 في التفاوض حلت جهاز اللامنة ترجع ليه بكرة تاني تتفاوض معهم الاثناشر ألف اللي أعلنت عنهم في الجريدة انت اللي أعلنت انت اللي أعلنت يا سونا ما يجبنا الكلام دي ما في زلورانا انه في اثناشر ألف عسكري انت اللي وريتونا كلمتونا الصباح ترجعوا بكرة يا حرية والتغيير ويتجمع تقعدوا تاني تتفاوضوا في النقطة دي احنا دارينا الاثناشر ألف ديل تحلول لينا والحل بيكون شنو طبعا ما يقول لك والله حليناهم وما عارف شنو طيب في زل كده حرجع ليه بعد شوي حرجع ليك ف الحل بيكون عن طريقة المنفسته كويس الحل بيكون عن طريقة السجلات الدفاتر عندنا اثناشر ألف عسكري ودي الرتب حقتهم ودي أسماء ونطلعوا لنا بكرة ترجع تتفاوض طاني ترجع تتفاوض طاني في النقطة دي الموضوع ده ما حمشيوا ما تجي بكرة تهللوا لنا تقول لنا والله انتصرنا وحققنا اثنين من شروطنا شروطك الاثنين ديل ما عندنا معهم قضية حل جهاز الأمن والمخابرات وحل إدارة العمليات عربي واضح ما بتمشي فينا الحاجة دي ما حتمشي فينا وما حنسيبك ما حنسيبك تجي تهلل ما حنهلل معك ما ينتصر بالنسبة لنا ما في أي نصر في المسألة دي ما في نصر وانت لحد ما تستلم جهاز الأمن والمخابرات الضباط دل كلهم 90% منهم هما كيزان يعني ومش كوز ساي انت بابتشتغل في جهاز الأمن ده إلا يزكي كوز الكوز ده يكون من البدريين ولا يتحد شهد المشاهد حقتهم كلها صيف العبور استشهد مرة عنده ثلاثة شهداء ما عارف عرضوا علىه ستة وظائف رفض عرص أربعة نسوان كده دي مواصفات البدري فيمتا بيصلي الصبح مرتين في جامعين مختلفات بيلاقي على عثمان بيلاقي نافع بيلاقي البشير يعني كده فيمتا لا ما هو أنا جايك للدعم السريع ده أصبروا لي الناس ما تستاجل الناس ما تستاجل أنا جاي للدعم السريع بس خلينا أتم لك النقطة دي إحنا وسهلتنا يا أخواننا طيب جهاز الأمر والمخابرات المعنى الآن بجمع المعلومات هو أساسه الكيزان ذاته الحل بتاعه ده إنه يتحول لجهاز هم قالوا حل جهاز وإنه يتحول لجهاز ورصد ومتابعة المعلومات كلمة حل وإنك تحوله دي دي الاتنين ما بيجي مع بعض حل تقفله تقفل الباب عديل تفتح تعيين من جديد كويس بعدين تجي تقول لي يا أخي وتحويل تبعيته لمجلس الوزراء بقبل كلامك أيوة كده تمام بقبل الكلام ده ممتاز أقفل الباب بتاع جهاز الأمر الناس يقول لك في المرحلة دي محتاجين وخليه قاعد خلاص خليه قاعد ما تهبشو مش محتاجين وخليه قاعد ما في مشكلة لكن تقفل ليه الباب حقه ترفض الناس دي تعيد تعيينهم تاني بالمواصفات وكفاءات المواصفات هتتطبق في من رئيس الوزراء لحد أصغر موظف في الدولة الكفاءة عدم الإدانة الشرف الكلام الشعارات اللي كنا بنقرأه زمان بتاع الوظيفة داك عرفت يبراء الزمة خلوك كده من الجرائم معارف شنو تعملوها لين الضبازات ونغيب تجيب ونغيب والله لقيت الحياة ده منطبط قاعد فيه ورجعوا إدارته ما لقيت تقول له مع السلامة تمشي الزراعة طوالة انت تشكلك مزارع تتفضل تزرع انت بتحب العسكرية تمشي الهدف عقيد لواء في جهاز الأمن اللي جيت المواصفات دماغ منطب قافي وحولوا طوالة لكن ما تقول له حل وهو نفسه تحول له لجهاز جمعوا رصد المعلومات تجيب له الكيزان وتديهم البصمة بتاعة المهنيين وتديهم البصمة بتاعة السودان الجديد وتديهم الرد بتاعة السودان الجديد يكون شغال في نظامين تفتكر ولا أه حيكون لك انت بيعرفك من وين انت دا شغاله عمه بتسكي من خاله تسكي من واسط تحببته كده دير كلهم كزان في بعض شغاله في الوظيفة دي وقاعد في عشرة سنة دار تجي انت من بكرة طوالة يجي يقول لك وطبعا في جهاز بتترصد لك ونيجمع لك معلومات انت بعرفك من وين فانتو اللي لايب ده ما يخموك يا برينس حاضر احنا طبعا ما عندنا نشغلها انتو قالوا انتو اللي بتفهمه احنا حنسكت احنا حنسكت ما عندنا حاجة حنقولها بس ترجعوا ليلة التفاوض للنقطة دي فوتها لانه أنا قصة حل جهاز الأمن وتحويله دي ما حقباله نهاية اتنين حل جهاز الأمن والمخابرات حل إدارة العمليات بكرة ترجعوا للتفاوض تاني تشوفوا في ليلة 12 الف نفر تدخلونا الدعم السري دخلوا اللي بياتوا موجب غانون تصدق عليهم من واصلا وانت اساسا هو هو ما في حكومة عشان تتخذ غوانين زي دي لا في مجلس تشريعي ولا في برلمان نجزلي غانون زي دا دمج القوات مع بعض درتم عن طريق عن طريق برلمان بالمناسبة وبما انكم عملتوا الحاجة دي وعملتوها وإحنا قبلنا بيها غصبا عننا لاننا بنحبكم وبنحب بيحبكم أنا شخصيا ما كاد يحب تجمع المهنيين أكون معك واضح يعني الحاجة دفاع حاجة أخوانا أنا ما قاد يحب تجمع المهنيين مباشرة والله culminت أنا بحب ناس بحب تجمع المهنيين فأنا ما عارف الحادي تقبل أو ما تقبل طيب ولأننا بنحبكم أو بنحب الناس الليtime محبوكم فبنسألكم سؤال لكن مباشر إذا عندكم المقدرة إنكم تحل جهاز الأمن والمخابرات كويس وتقبلوا انه واحدة من جهاز الامن والمخابرات تمشي لي قوة انتوا اعترفتوا بال اللي هي الدعم السريع وده عملتوا معاك جسم يتفرض عليكم تمام تمام ليه ما بتقدروا تحلوا الدعم السريع ذاته ذاته والدعم السريع ذاته تحلوا ذاته والحل قلنا لك تحل الدعم السريع قلنا لكم يعني عشان ما يبقى موضوع صعب الناس يقول لك يا خلو طلعناهم من الخرط ثم عفظة قال لك طلعوا ما تطلعوا ما يتزل بتقدر تطلعوا ما رو قد نقش على الروحنا ما تطلعوا نخليهم قاعدين قلنا لك حلهم ودي منهم خمسين نفر المدرعات وعشرين نفر وديهم المرور وستاشر نفر وديهم ستة الف منهم ودينا المدفعية عضرة وديهم المدفعية ستة الف ديل ودينا المدفعية كده انك تذوبهم في باقي الأجهزة الأمنية كده فما يعني لو دخلوا للمدفعية عضرة خمسين نفر منه ما بيقدروا رأسهم بيتدون بالبوت في رأسهم تمام؟ دي الطريقة اللي انت بتحلى بها القصة فإذا انت عندك المغدرة انك تفرض علينا الشرط ده وتقبله انت وإحنا نقبله على مضتك شعب سوداني مفوضك في التفاوض فإحنا دارنا نكتلم ملينا في الاثناشر ألف يا تلم في الاثناشر ألف شو الشرط ده صعب شوية معلش يا تلم في الاثناشر ألف ديل بكرة حاضر وتشوف ودوهم وين وتحلهم يا لما تحل الدعم السريع ذاته العربي ده مش واضح وبسيط الحادفة صعوبة ما ما طلبنا منك شي مستحيل مجلس عزكر يفاوضك في نقطة جهز الأمن والمخابرات تحلوا ليلة لاثناشر ألف إدارة العمليات تدخلهم في الدعم السريع أو تحل الدعم السريع نفسه بمأثول لاثناشر ألف ذاتهم العربي ده بسيط وإذا أنت قدرت تستصدر غوانين زي دي بتاعت حل ودمج بدون ما ترجع لبرلمان جزلي كغوانين لأنه أساسا ما عندنا برلمان وإنت استعجلت الخطوة وكانت خطوة استباقية من المجلس العسكري دقس الناس غشاهم الليل الصباح بأنه دمج إدارة العمليات دي في الدعم السريع قبل ما يجلسوا لجلسة التفاوض حقا الليلة دي كويس هذه خطوة استباقية طبعا هو وافق بحل جهاز الأمن بعد ما طلع منه الحاجة الدائرة الناس المسلحين كتائب الظل الناس الولاء أيدولوجي الولاء للتنظيم الولاء للبشير علو عثمان الولاء للأشخاص دي الولاء للصلاح بوش طلعوا من القصة بتاعتها الحل دي زحاهم بعيد بعد ما يتكون جهاز الأمن ويرجع للتكوين الجديد والغوانين بتاعته دي الحتاحكم الجديد حيرجع لك القوة دي تاني وتاني حدا ينزلوا فينا بل احنا الكلام ده ما بيمشي فينا ما بيمشي فينا معلش أخوان الله يفضل بقطع كتير يا أخ الحاجة التانية بالنسبة لي تفسير انه الدعم السريع قبل بالمثلة بتاعت دمج الجهاز الأمني فيه هي دي لحاجتين للمحاكمات الحتاجة في المرحلة الجاية والمرحلة الجاية يعني فيه حاجة حتحصل فيها محاكمات اللي هي انه شنو يشيلي جهاز الأمن العمليات الحصلة في المرحلة الفاتدة اللي هي فضل الاعتصام والضربة الحصل للناس ومش حميدتي قاعدة يطلع يقول لك يا أخي فيه غوات لابسة هدومنا وبيعملوا الكلام ده وفيه غوات مندسة بس حاجة يجيبوا لك الاثناشر الف ده اللي هيختاروا منه ونشيانين كده ولصوه لك فيه ونشيانين كده والله جدل هيحصل والأخطر منها اللي هتحصل في المرحلة الجاية دي مع واشر واضح انه الدعم السريع دار اللون ناس يقودوهم في الشوارع يوروه منه احنا نبشي نضرب وين ونحرق وين ما ما بعرفوا ولايات السودان كانوا شغالين في حتة معينة خبرتهم في منطقة معينة باقي المناطق محتاجين دليل يسوق لنا التاتشر يوريون الناس يدعامل لهم مع الناس المدنيين فامتى فاختاروا الاثناشر الف ده اللي غزوهم بيهم والمرحلة الجاية يقوم حميدتي شغيلة للمساكين ده اللي بتعني جهاز اللم كويس الواحد بيكون في بيتهم في نايم في الراحة رجعوا الخدمة يلصوا وقالك انه انت اللي اقتصفت وقتلت وحركت دي مع فاتنين ثلاثة حميدتي المر رحلة الجاية ناوي على شرق كبير يعني ما في اثنين ثلاثة التفسير برضو التالت انه جهاز الامن لما نتدق في السوق واتدق في الحتة التانية دي كويس وكسروا لهم مبانيهم وكده فقالوا نمشي نحتمي بالجماعة ديل لكن انا في رأيي انه الجهاز الامن ما محتاج دعمي الدعم السريع هو المستفيد من عملية الدمجي دي وهي كانت حتكون لها مرحلة معينة انه شيلوهم الجرائم الفاتت طيب بالنسبة للحوار الدائر الان في الساح الناس بتتكلم عن الاحزاب واتتكلم عن انه احنا لبسنا الحيطة وكده في ثلاثة اربع نقاط كده هتكلم فيها سريع اه ايوه جهاز الامن مع مسكين انا بتكلم عن مسكين انه الزوج ده كان في الراحة ما عارف الحصل في فضل الاعتصام حيجي حكوموا علوه باللعدام اضعين ايوه اضعين طيب اه التصريحات يا اخوانا في وكالسون للانباء وتلفزيون السودان عن غرارات وزارية يقول لك يا اخوالله واغد اصدر المجلس العسكري مرسوما بمعارف تجهيزات ليش نو كده معارف في وزارة البتاع طيب وين المهنين مش معاكم ماضين اه ديقير انت مش معاكم مع الناس زي ليه بستسنوك انت مع شريك في الموضوع ده يعني انا بتصوري كده بعد الاتفاق المضاهد ديقير اللي هو قال انه الشعب السوداني جنى ما سمار غرسه فافتكر انك شريك في اللحظة ديك طوالي يعني البرهان مش عمل لقافي يقري انت كرسيك يكون جنبه ومسك الماكرافون طوالي برهان قال كلمة انت تقول كلمة ده فهمي ليك ومحاسبتي حتكون معك بالطريقة دي ما حاسبك لحد ما تنضي الاتفاق كله لا 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 حاسبك حاسي لانه اذا انت ما مضيت الاتفاق الفات ده بصفتك الان شريك في الحكم كويس توقف المجلس العسكري تقول ليه كما كنت من اي حاجة كما كنت من اي حاجة تمام ما تعملوا اي حاجة لحد ما ننضي الاتفاق من حقك طبعا ليه من حقك لانه انت ما اخذ تفويض من الشارع السوداني كويس والناس بتقول انت بتمثلهم بتمثلهم في طاولة مفاوضات اترقت لبقية اتفاق مع المجلس العسكري في حكم وشراكة حكم في الشراكة في حكم السودان فالان المجلس العسكري منفرد بأي غرار ممشي الدولة دي كأنه ما في حاجة يعني كأنه ما في حاجة دي مظاهرة ظهرت فيشنه عمداء الكليات والجامعات طلعوا بيان قالوا يا اخي ما في جامعة هتفتح لحد ما نصل للموضوع المدنية دي ونحسن موضوع عدم الاستغرار الحاصل في البلد حتى بعدين نفتح بواب الجامعات يطلعوا العمدة بتاع جامعة الخرطوم الكيزان كويس يقول يا اخي الجامعات دي هتفتح يوم اللحد يوم 21 ما عارف كلية شنو كده ما عارف والدراسات البتاء انت وين يا سادة يا مهنين من الحاجة دي ما انت شريك في الموضوع بل مناسبة غوة الحرية والتغيير انت شريك في الغرار ده بالمناسبة لما نقول لكم نضف الجامعات من العمدة اللي فيها ويرفضوا الكيزان دي وطلعوهم بداية بعد صغوط البشير قلت انتظر المدنية حس النازل بيصرفوا في الدولة وماشى الميزانيات بتتطبع الميزانيات بتتدفع الوزارات شغالة وزارة الزراعة بتستورد لي حبوب من السعودية عشان انقذوا الموسم الزراعي حقا تخيل السعودية بتنقذ الموسم الزراعي في السودان كويس والناس يقول لك البنك بتاعنا بنك السودان مليان دولارات ما تمشي تجيبه طيب انتو منتظر الحسن من السعودية لاشنو يعني منتظر تدك لها حبوب لاشنو يعني السعودية عندها شنو زاتها بتزرعه السعودية اساسا عشان تديني احنا التيراب والماروق والحاجات دي ده كلام عجيب ده طيب انتو وين من الحاجة ده مشهد واحد من الشواهد اللي بتدول انه كلمة مدنية دي شكلها بعد 300 سنة والله يجد اذا الجامعات بتغرر بدون ما ترجع عليكم وعمداء الجامعات يغرروا نغاباتكم داخل الجامعات دي كويس انتو المفروض انتو الاساس فيها الطلبة كلهم هم المعتصمين معاك الطلبة هم الكانوا بيطلعوا لك المواكب الجامعات دي حسي لما انت تفتح غصبا عنهم زي جامعة الرباطة وجامعات الخاصة كويس الطلبة بيعتصموا يعني السودان ده كله معاك انت عميد او وكيل او مدير الجامعة طلع غرار الناس دي بتبلع اليه انت المفروض تدعم الناس دي بحاجة تطلع بيان تقول يا اخو والله يا اخي نهيب بطلابنا وابنائنا الطلبة انو ما ينزل الجامعة يوم كده لحد ما نصل المدنية نقطة الصوت بيقطع الصوت بيقطع هناك صوت وقول يا اخي mound اوorns انو pane أمير علي قال يا اخي انت العامل مفتّح تجمع المهنين تعود يفتحوا الجامعات لكي يصل Villis التطلب يخرج مواكب طبعا احنا حرود عليه لكن رد بسيط يعني لانه اول حاجة المواكب بتاعت بالليل دي يا بيبي ما دعوا لها المهنيين ولا لانه الناس بتطلق المواكب بعد الساعة ستة ميسا ولا بتلاقوا في جامعة والنت كان قاطع ومليونية طلعت يعني فما محتاج انت بحجة انه الجامعات تفتح عشان الكلام ده انا شخصيا ضد فتح الجامعات ذاته عشان انا اوريك يعني ليه ما احنا ما دارنا الجامعة تفتح لانه حضرتك 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 حتى الان ما قادر توفر اي اي مظهر من مظاهر الامن في السودان وعدم الامن والاستغرار جاي من وين ما جاي من ماليشيات اه مدنية او جهات تخريبية ما عارف النا هي منه لا الناس اللابسين الكاكي ديل انت ما قادر تحميني منهم انت ما قادر تحمي الطلبة ديل منه ان يمشي الجامعة بيقتحموا ليهون الجامعات انت لما ما يقتحموا الجامعات ويكتلوهن حتى حقهم ما بتقدر تطالب به ولا بتقدر تكتبه في صفحتك انا ما قادر ادخل في مسار زي ده واتجاه زي ده واقوم اجوط ليك اللايف والكلام والاعلع وكوريك وبتاع واخرب ليك الرصة حاضر انت حق المات ما قادر تجيب ولا عندك اهلية تجيبه ما قلنا انتظر المدنية لي حق المات حلاص تمام حق الحي ده حسي عشان تحميه وقول ليه يا اخي ما تمشي الجامعة بالنسبة للموكب هي ويطلع لك انت دائر الموكب الساكم دائروا الساكم ودائروا بتان ويجيك وين حسي عدي انا من هنا ده لو دائرنا ادعو لك لموكب بعد ستة شهورة الجامعات مقفولة بادعو لك وحس الناس بيجيك وين المشكلة دائر الطلاب ده ليجيك وين الساعة كاموا وين بس حدد حدد حسعدين أسعدين وقول للناس أعملوا موكب هنا ده في نهر النيل ده في شندي من هنا بنتحرك بنمشي لك شندي دار شنو انت تاني جامعة دارباشنو جامعة دارباشنو انت وأنا ما بقول لك انه تفتح جامعة وتكفي الجامعة أنا بتكلم عن مظهر الشراكة في الحكم يتمافزة المعبرك ده دار وصل لك قلت لك بطريقة لطيفة يطلع واحد كده يستفزك يعني يخليك تطلع من الكلام وما بيش بهن الكلام ذاته الرائق أنا ذاتي حاخدت لك بالكلام العربي الواضح ده انت خاتنك زي حلت البريستو ما بتجاوزوك انت مضيت معاهم في الاتفاقك حاضر وما في زول قاعد يخدت لك اعتبار فتح جامعة فتح حجم قاعد يشاوروك شاوروك ما انت شاريك في الحكم يا إما انه اقبل بكلامك لانك شاريك معاه أو انت تطلع في مؤتمر صحفي تقول بالوضوح للمجلس العسكري ما لي أنا يتكلامك بالنسبة لي ما عنده هناك يتكلام مع المجلس العسكري يقول لي يا خاس ما انت قاعد تتجاوزني في الشراكة في الحكم وإحنا في حيات نقاط خلافية ما وصلني فيها الاتفاق أنا برفض النقطة اللي انت قلتها هذه برفض وزارة الزراعة الجبل الحبوب من السعودية برفض إنه الجامعات تفتح حتى الآن إذا احنا المظاهر العسكرية في السودان ده كله ده كله ده كله انت مسؤول منه بالمناسبة ما بحفيك إنك ما عارف أنا بسألك انت ده أنا ما عندي شغلة بالمجلس العسكري ما بعرفه بعرفك انت ده جامعة ما تفتح بدون علمك إذا الجامعة ده فتحت انت شريك في الموضوع شريك في كل اللحوال شريك انت سوكاتك انت شريك قبلت إن الجامعة تفتح انت شريك ما تجي واحد دهك تقول لي يا أخي المجلس العسكري أصدر غرارات بدون ما يرجع علينا ما بحق لك الكلام ده لأنك كنت في الفندق يا عمر الديقر مضت معاه هنا اتفاقية وجد قفت في الميكرافون قلت الاتفاقية هي ده الشعب السوداني الآن جنى سمار غرسه ما عليك انت مسؤول ده اتفاقية مضت خلاص ما بحلك ما كلموني ما بتحلك مكتبك في الغصر الجمهوري ترك انهم الغصر الجمهوري تخوش غصبا عنهم الغصر الجمهوري الدارة وصلوا كالآتي تلفزيون السودان وكال السونل بتصدر بتورينا في غرارات وكيل وزارة كده يصدر غرارا بمعارف إحالة منه ما عارف الكلام ده بدون رجوع لتجمع المهنين نحن حنعتبرها غرارات باطلة والمسؤول منها الآن التجمع انه يخاطب المجلس العسكري انه توقف اي حاجة ما في مظاهر دولة تمشي دي لجنة سيرية بس في الحياة العادية لا تغيل زول لا ترجي زول لا ترفض زول مجلس العسكري ما من حقه يعمل حاجة بعد ما مضى معاك حتى المسودة في وجود الاشراف الدولي والوسيطة الافريقي المسودة دي بتلزم المجلس العسكري رجع لك في الصغيرة والكبيرة حقوقك ما عارف أوريك لا أنا أحسي يعني طيب بالنسبة للناس اللي قالوا لي أخي كلامك عن المجلس العسكري حسي ما صحيح والله يا أخوان أنا بس جاي أقول نقاطه ما دركت العربي لكن هقول لك كلام أشرح لك فيه الموضوع ليه أنا معترض على حتة إنه ياخي المجلس العسكري أو التجمع المهنين ده يكون مسؤول في حاجة بالمناسبة لو الفشل الموثم الزراعي ده حسي وإنت ما شاوروك حيحملوك المسؤولية بالمناسبة حيحملوك المسؤولية أنت حسي بتقول إخ أنا بعيد لا لا حيقول المجلس العسكري حيقول إخ والله مضينا معاه نووي يجيبوا لنا غائمة الأسماع بتعين الوزراء والله يجد العام الدراسي لو فشل حيقول لك والله والحرية والتغيير يا أخي كانت بتناطلوا بتعطل فينا وإحنا حاولنا وواواوا حيحملوك أنت المسؤولية الآن عشان نوريك إنه هم زاتهم وتجاوزينك في كتير يا أخوان المدارس تفتح والطلبة يلبسولينا المبارجع بتاع الكيزان دي مع نقطة سؤال إنت عملت شنو أسي إحنا سورتنا وين الطلبة لسه يلبسولينا الهدوم بتاعت المبارجع بتاعت الكيزان ها وعملين سورة لشنو إحنا طيب ما من البداية من شوف شوف دارت أفتح مدرسة حسي يا مجلس عسكري أفتحها تمام حايتين ما يحصلوا الكراسات بتاعت الدعم السريع ما تدخش لها مدرسة يا أخواننا الكراسات اشتروها بالدهب دا حق أول حاجة وحق كنت وحق ولدك وحق فلان القاعد في دارفور وحق علان القاعد في الشمالية كويس اشتربيه هنا الكراسات دي طبعا في اسمه ودعاية اتنين الكاك اللابسين وده حق الكيزان ده ما حقنا إحنا إحنا ما في سكنة عسكرية ولا في حالة حريب ولا كل الماليشيات كل الحركات المسلحة سميتوها انتوا ذاتوا اسم سياسي جميل كده كلها قاعدت للتفاوض خلاص ماما لابسة الكاك العسكري لشنو انتا انت الولد ده من حاسي بتغزي فيه وبيحر بالجنوب والكلام الفارغ ده بوش فتحت المدرسة ما حالجيك لابسين كاكي بتاع مدرسة ما في زالي لبس لهون كاكي بتاع مدرسة انتوا النقاط دي ما بتلاحظوا لها لكن ما ما في زالي بتكلم فيها دي مظاهر انه النظام لسه عقاعد انت ما قلنا لك خلي عينك دي فاتحة خليك في خليك في في اتفاقياتك في مفاوضاتك اوكي عايلا الشواهد دي هل البلد دي لسه احنا احنا عندنا فيها احنا عندنا فيها كلمة ولا لا اعمر الدقير ما عليش انا ما شاهل معاك انت شخصيا انا ما عندي معاك شغلة ولا بعرفك ولا دار عارفك انت بتمثل قلمك ده بمثل قلم الشعب السوداني صوتك بمثل صوت الشعب السوداني لسانك اللي بتتكلم به وده لسان الشعب السوداني بالمناسبة والله يجد انت برضو يا الاصم انت برضو يا الاصباط طيب المظاهر والشواهد بتاعت انه النظام لسه عموجود هما دولة عميقة ولا ما عميقة ده 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 قاعدة في السطح قاعدة فوق ظاهرة ظاهرة الكاكي كاكي الكاكي حقهم ها العربات العربات حقتهم بيوت الحاكم والحكومة ساكمين فيها هم الوزارات الوزارات الشغالة الشركات الشركات حقتهم المستشفىات البنتعالج فيها بيضربونا في الاعتصام بيتمشي تتعالج في المستشفى حق الكوز ذاته انا ما قادر استوعب انا ما قادر استوعب ده ما مشاهد بتدل لك انه النظام موجود حاضر قبولك بالحاجات دي كويس وعدم انت انت اطلق والله ما طالب من تجمع المهنيين حاجة كثيرة حاجات بسيطة يا اخي اذا اصر المجلس الاسكري على فتح المدارس لأسباب تخص او طلاب او حفاظا على العام الدراسي لهم عندنا شروط اول حاجة كراس بتاع دعم سريع ماجي داخل لنا واحد وبعدين تكونوا لجنة تسألوا طبعا القرز دي جابه من وين كراسات دي ابدى الموضوع به حاجة بسيطة يا اخي الكراس دي جبتوا من وين والله جبنا من الدعم السريعي الدعم السريعي تجبت الكراس دي من وين والله يا اخي صدق ليه نحمدتي صدقته القرش دي من وين احمدتي لجنة تسألوا مافقها ام طواري ماهقا قال لك نمشي نتحاكم عين محكمة الكيزان اي وانتحاكم عين محكمة الكيزان اي اي نمشي له نحسي على الكيزان دي لاي لحد ما تيجي المدنيا انا مش نقولي اخو والله مشينا للمحكمة كده وأصدر غراره وكل النيابة وانه السائل حمدتي يجب تقول رسي الكراسات من وين؟ أبدأ كده حاجة بسيطة اتنين اكتب في صفحتك قولي اخي المدارس اللي بتفتح دي طلال ما يلبسوا الكاكب بتاع الزمن ما عندنا حرب ما عندنا حرب احنا دارين طالب يمشي يقرأ وخد دفتره الساعة اثنين ثلاثة دور يتفك فك من المدرسة رجع بيتهم ارجو دنوب يشوف له كورة الكاكب ده ما عندك معه شغل الا رغبة تخش كلية حربية في الصين في اليابان في العراق في ملف دار تخش كلية حربية امشي في دي ذاته ما وفرض تكون من طموحاتك القاعدة هنا دي والله يجد زل عاقل كده ما وفرض وكون عندك طموح تخش دي ما هنتكلم في الموضوع كثير قلنا ما في زول يقدر يزال ما تسأل اكتب صفحة ده مين برعام حقنا احنا ما حقك انت اكتب في الصفحة اكتب يا اخي اكتب في الصفحة وخلي الراي حقنا احنا احنا اللي بنشكل كالضغط على المجلس العسكري وبدون ما نطلع عليهم مظاهرة احنا ما في زول يستغل لنا يعني الموكب اللي بنطلعه ده انت ما مسؤول منه ما عندك معه شغلة رفضنا باعتصام باعتراض بأي وسيلة سلمية ده حق انا احنا انا في البيت والله يا اخي والدي ده ما بخليه يمشي لابس الكاكي ده موضوع برجع لي مدير المدرسة رفدوا كويس بمشي له مدير المدرسة ده وبقفل المكتب انا وهو برانا وعارفين نظرية الطفاية طبعا بس عربي واضح وبسيط دخل المهنين هنا بتاع ان الناس بقول لك ستيب باي ستيب حاضر حاضر بنبه لي النقطة ستيب باي ستيب اللي هي انه شكرا للزول اللي قالت ستيب باي ستيب دي عسان دارك في الليك باب كده باب صغيروني بتاع انه احنا ننتظر بعدين والأمور بتصلح وهو لو غرسك من الأول ما كان صحيح نتاجك بعدين هتكون صادمة وانت بتغنع في نفسك طبعا احنا لما نبدينا مع جماعة ديل كان في حاس ما تجمع مهنيين بعدين قالوا للحوجة او بطريقة ما اتغير الموضوع بدون في ستة ساعات غايبة مننا دايما فلقينا انه تجمع المهنيين غير الحرية والتغيير وكان تمام قلنا يا اخي نمشي مع الأحزاب لي مرحلة وبعدين نتحاسب جدا بعدشوها قالوا لا مهنين تكنغراط بس ما عندنا اي انتمع حزبي والأحزاب هي اللي بتغوض الحراكة السوري والمسألة السياسية وبعدين بيمسكوها بعدشوها بيقال الموضوع لا احنا حتى لو هو من الأحزاب وتكنغراط وتخلفيته احنا نمشي فانت بتقدم في تنازلات بتقدم في تنازلات بتغنع نفسك بحاجات انت عارفها ما منطقية انا ما حسألك انه ليه والخطط والناس تصبر لا لا اضعف الايمان واعلى الايمان ده كله انا مسائل فيه ده كله خليه انا حسألك سؤال مباشر ودارك بامان تجاوب عليه بينك وبين نفسك وما توريني الاجابة انت بتقدم في التنازل ده هل لانك مجبر ولا ما عندك خيار ولا ده خيارنا احنا بنقدم في التنازلات ده مجبرين ولا ده باختيارنا التنازل ده بنقدم احنا في الشارع بنغنع في نفسنا بالحاجات الغريبة ده كده طيب نقطة اجاوز الموضوع ده باز ده سؤال لك عشان نرجع لل طيب اه الناس بتقول لي اخي والله الاحزاب الان هي ما في ليها بديل اوكي ما في مشكلة عملية سياسية بنصل معاه الحتة المطلوبة ما في مشكلة الحاجة الدار اقول لي انه حتى الاحزاب دي يعني اخواننا هي رؤساء الاحزاب بالنسبة لي كوادير زائبين في الشارع وفي الثورة ما بتقدر تفصل يعني الناس بتطلع الموكب ما في زل بيقول انا والله حزبي امه انا اتحادي انا امثل كده انا لا 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 كلنا الشعب السوداني الغيادات دي بتمثل ارواحها بس يعني انا بالنسبة لي يعني حتى ما عندها اي ظهر واسبت ليك الحاجة دي الان بيقول لك حزب الامه ده اكبر حزب في السودان والله يا اخواننا اختبار عدم موضوع يوم جمعة كده واحنا فاضين نقول الساعة واحدة دارين حزب الامه يطلع كلام كده والله ما ما قادر يزكروه وانا تساءلت هل الزول ده كتب الكلام ده ولا اوحبيه لزول لانه ما اعتقد انه ذاته عنده الاهلية انه يغرر في الزول كبير عياني يعني ربنا يديه العافية عمك المرغني ده فهل هو اوحب الكلام ده ولا كتبه كتابة علق له تعليق كده انه الحمالية السياسية ونحن في المشهد وباقونا كلام كده زول في قول ما بيقدر يقوله فهو قالوا فعلا او كتبوا او حبيه يعني طيب الاحزاب دي ذاته هم احنا في الشارع واحد اخواننا متوحدين لمينة السورة ده لمينة حب السودان ده لمينة خطورة المرحلة الجاية والناس بتتكلم يعني بيطلعوا الناس بيضعنوا في تجمع المهنين وانا طبعا ما بضعن فيه هنا انا اصلا خطي ضدهم من زمان يعني عندي فيهم ملاحظات لكن قمت اتجاوزتها بيفهم وحاولت اشرح الى الناس اللي بتطلع لايفات والناس اللي بتتكلم الناشطين والناس اللي كده ركز معي في الحتة الجادي بس اختصر ليك القصة انو احنا بندعم تجمع المهنين ليه لانو والله شعب السودان اختاروا طيب شعب السودان اختاروا ليه لانو والله يا اخي الخيارات الموجودة كلها جربناها وكلها سيئة وبيقين على الناس ديل وجه جديد وبعبروا عننا وعن الشارع وعن الخط السوري وعن المصادمة وعن مطالبة بحقوقنا طيب والحصل الحصل بتحصل اخفاقات بحصل فشل السورة بتمشي تحت وتطلع فوق طيب المطلوب مننا اشنو؟ المطلوب انو احنا نعدل الناس ديل لكن ما انا طلع جسم ونكون كيان حسي ما بينفع الكلام ده ما بينفع ما بينفع عديل الناس بقول لك اخي ما بترجع عليه كلام زنون زنون ما قال حاجة صح خدت في اوضة براه واعزله عن العالم الخارجي ما حتلقى عنده موضوع بعد يومين بتلقى كلام وانتهى لانه هو ما صاحب فكرة ولا صاحب مبدأ ده ما كان خطه شايته اربع شهور كان بيقول لك لو التجمع قال لك شاكل اخوك في البيت للوكوس شاكله وده كان زنون بتاعه عقدساته وزنون كون جسم لحظة الناس حاسة بي نشوه وانتصار دارجني سمار حقه انا حق براه انا تعالوا لي استقبلوني انا بقول لك عديل زنونه شاكلته يعني وزنون قاعد مع حميدتي وتباهب المسألة دي زمن حميدتي الناس كان عندها فيه وراي كويس الان بتجي تشمت بتشمت في خيار الشعب السوداني التلاتين مليون سوداني غلط والعشرين نفر صاح انت ما بتجي تغلط الشعب السوداني ما بتغلط الشعب السوداني القدام ده لو غلط بيصلح القدام انت اكتب توجيهاتك اكتب طلباتك يا اخي طالب المهنين اخوانه والله ما واعيدكم بتاعت الموكب غلط غصبا عنه ان يعدلوا لانه الشعب السوداني دار كده ما تجي تقول له شعب السوداني والله ركبتوا مأسورة ما خلاص الموضوع زي جاوزناه وغيرقنا كلنا حسي ما انت تعمل فاعل انك انت الفاهم ولا انا بعمل فاعل فاهم انا ضد الحاجة دي ومعروف يعني ما ده ما مدسوس الحاجة دي ما مدسوسة لكن حسينا سوداني غيرقنا نغرق سوا طلعنا نطلع سوا طيب احنا عندنا شنو تحفظات على الغيادة والله بنوجهن يا اخي النقطة بتاعت انكم تمضوا على اتفاقية انه حل جهاز الامن بدون حل ادارة العمليات بتاعته والنقطة دي غلط لازم ترجعوا لنقطة التفاوت التربست التفاوت تاني الناس بقول لك يا اخو والله يا اخي التجمع قدم تنازلات قدم تنازلات للمجلس العسكري وديخيانه ما بهمني انا الموضوع ده لكن التجمع غصبا عنه حيعمل الحاجة الصح لو الناس قالوا لك يا اخو والله يا اخي خانوا القضية ما بهمني حسي بعد الدماء السالة بعد الاحلام بعد التضحيات ما بفهم لك حاجة اسمها تجمع خائن التجمع بكرة يختفي ما بعرف الكلام ده الموت ذاته ما بحلهم مني اتفقنا على الحاجة لازم تصل للنهاية حقتها وقالك اتفقنا على الحاجة لازم تصل النهاية الآن احنا مطالبين بانه نتوحد نتوحد خلف الغيادة دي الغيادة دي عنده اخطاء عندنا وسائل بتاع الضغط الشارع السوداني بيضغطها المهنين قبال ما يضغطها المجلس العسكري الجامعات دي ما تفتح ما تفتح مش لانه انتو بعدين كايسين طريقة بعدين تكون اجسام سياسية داخل الجامعات واركان نغاش لا 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 احنا رافضنا لانه والله اخي ما بأمن على ولدي واخوي وبيتي انه من البيت طلع يصل الجامعة سليم فيه مليشات حيما في الشارع بيتكتلهم فيه مليشات عندها الحق تحرق جامعة الخرطوم حرقوا جامعة الخرطوم وحرقوا المكتبة بخشوا جامعة الرباط بخشوا للقاعات بتاعت الطلبة بخشوا الجامعات جوة جامعة المختربين بيدخلوا جوة بيدخلوا بيقتالوا الطلاب من جوة الجامعة انا المظهر ده لو ما للامام بسول حاجة فاحنا بنوجه الغيادة ياخ اسمعوا يا مهنين ياخ والله ده غلط اعملوا لينا الصح كده الاصوات اللي بتطلع تهاجم في المهنين انت بشتس في الشعب السوداني لانه احنا كلنا صاحب المناسبة تفهم الحاجة دي انت رايك صاح وراي فلان صاح وراي فعلان ومهما كانت الاجندة عندك في النهاية رانا صاح انت ممكن تكون مجموعة برا خمسين نفر وانا كون مية وده فلان ده يكون ميتين بعد ثلاثة شهور البشير برجع ثلاثة شهور كتيرة وانت قال البشير ده ماذا ودوا لك المحكمة دي ما البشير عنده حتتين يا يمشي المحكمة يرجع الغصر الجمهوري الكلام ده مش واضح ومفهوم وواقع ليك كلكم عارفينه البشير عنده حتتين ما بعيش فيه ثالث ما بعيش مدني عادي يا ياء المحكمة اذا عدم يرجع الغصر الجمهوري اذا قعدنا نشتت فيه روحنا كده ونهاجم في فلان ونهاجم في علان وخوم في فلان وخوم في علان احنا سنركب في الحيطة مجلس العسكري ما بيت جوعه وجه القروش عنده والسلاح عنده والتأييد الخارج عنده والدعم الخارج عنده انا ما هطول كتير دار اكد على نقطة بسيطة انه احنا الشعب السوداني ما رافضين للتفاوض رافضين للتنازل التنازل الغير مبرر احنا رافضين لانه طلباتنا وشعاراتنا ومبادئنا البدينا بها الثورة لا تضمن في الاتفاقيات دي احنا رافضين لانه يتم تجاوز دماء الشهداء يتم تجاوز المفقودين احنا رافضين لانه ما نكون عارفين في شنو بيتم من ورانا ينفاجأ انه فيه والله مفاوضات مدورة بعدين نسوي في شنو احنا باتوررونا خايفين من شنو انتو اكتبوا لين اقول لين اخدوا الله ساعة ستة انتونا مواعيد طالعين برنامج كده ووكرروكم عشين الفندوق احوررونا عادي بس ندعو ليكم فينا ناس دعايين ندعو ليكم دي 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 طلباتنا بتضمن شنو في الاتفاق البنوت التفاصيل بتاعت الشيطان الجوال الاتفاقيات دي ما شغلتنا ما بنزألك منا حسي مودين نكون سيغة كافية لكن بس النصهر العام يعني اللقل وروني انكم مارجين ماشيين الفندوق نعرف ساي بس وروني انتوكم بعد ما طلعت من الفندوق كتبتوا شنو ما يلقاها مسربة بره انا ما بفهم بره دي مسربة دي ما قاعد يشتغل بس بسهلك المفجودين الليل انا حصرته في بوست وصلنيه كم ستين مفجود وحنزلوا اللي يكون هنا وحطالبكم انكم تنزلون في صفحتكم في ناس حيقول ليه يا اخي والله يا اخي الاسماده كلها ما صحيحة تم عندك معاي شغلة واحنا المزرجعي حقتنا الصفحة حقت المهنين هي اللي بنجيب منها اي حاجة معلومة عن مفجود معلومة عن شهيد معلومة عن تطورات الحاصلة في البلد وانا قبل يومين كتبت بوستي كده قلت يا اخي ناس السوكي والبلد حاصلة فيها ظهرت لي واحدة من معجبات المهنين المبتك بل وهي ذات الزولة الردد عليه هنا اسمها هناء سر الختم مذكر اسمك بل المناسبة لقيتها في صفحة المهنين في بوست دعوة لندوة قامت كاتبالون والله لو الاصم ما جاء احنا وام نجي ذات الجاد قلت لي يا اخي بطل الشمار هم نزلوا انا وانا وضعت في الصفحة حقته ما نزلوا حاجة عن السوكي اربعة ساعات ما نزلوا حاجة عن السوكي ثلاثة ساعات ما نزلوا حاجة عن السوكي سبعة ساعات ما نزلوا حاجة عن السوكي ولا انا الشهيد ولا ولا يقول لك قالوا بيتحروا عن المعلومات احنا المفروض نجيب التحري بتاع المعلومات ده منكم انتو انا لو بعد دقيقة لقيت زول قالوا ضربوه في اخرى الدنيا في السودان في الشمالية ولا في الشارك ولا في الغرب كوي تأكيد المعلومة ونفيها عندكم مش تقول لي يا اخي بنتحرق مصادرك فاي حتة تكون انت مع حكومة حكومة جواجه هزل من يكون عندك ناس اذا ما عندك في الجيش وما قدرت اخترق الجيش وما حاصبك على دي على الناقال يكون في الشرطة على الناقال يكون فزرو四راص الصحة الاطبن غابة الاطبن تجمع المهنين دال ما قاعدين في ظل ضربوه في ظل ما ضربوه في المستشفيات ناس كون قاعدين انت ما بتسخ في ناسك اه ما بتسخ في dekatra نغابة سبعة ساعات ما قادرت تجد معلومة في ظل ضربوه ولا ما ضربوه واحنا قلنا يا اخ والله قال مفروض تنزلو تكتبو بوست بتاع تضامن قالوا بتتحروا بتتحر عن شنين انت يا زول بتتحر عن شنو سبعة وهو بعد ما تحريت عرفت الكتلو لا جبتو لا جبت صورته لا بس جيبت خبر ها 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 تحري شنين يا زول الناس هنا بيجيبو لك صورته بودوها وجهاز اللامن بتاعنا اا اا منبرشات بيجيبو لك تاريخ تزولوا لابس شنو قاعد وين واكل شنو في سبعة ساعات بتاع تجدي ولو بالعكس كمان ناسنا بيكونوا قصوا له وكتبوا ولو في بيته الوقت داك يا اخي عرفناك يا بنجي وبكرة بنخدت عليك وانت لسه بتقول له في تحري احنا ما درنا نخش في مهاجمة زي دي ردا على الناس والمعجبة دي هي سلالة من منو احنا السودانين دي كانوا زمان طبعا عندنا ناس بيعبدوا الباصطة يعني في السودانين كانوا في جزء عندنا كده بعبد الباصطة والله جدا تبع عارفين الكلام ده الباصطة دي احنا بمخدت لها غدسية كده ما عندها اي معنى هي عجين احبها لكن عجين عجين فو مو السكر انتهى الموضوع بس سمين خلاص لا لا يجبوها لك بالليل او الحال باصطة بجبوها بالليل بعد الساعة 10 بالليل وتضمن البيت كله نام وبعدين شنو بيجيبها بيغطوها بالبشكير انا ما فاهم الفكرة شنو بجوه التلاجة بيغطوها بالبشكير وبعدين بتلقى زول زولك انت في البيت فردتك اخوك الصغير واختك بتاع اللي بيكون عندك معه وشنو اي بيجيب لك الشمارات اللي بيحمي لك ظهرك لما انتمرو الكورو تدأخر وبتاع فبالصحيب الراحة كده هيي 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 قوم انا جفت باصطة براحة ما تقولك كده بيغطسوها كانوا وبعبدوها فربنا سبحانه تعالى تابع علينا وعلى الشعب السلامي قامت محلها تلبسة في اي حتة وهو كراروك وبتاع فاديل ذاتن والدو ناس اللي هم الحسل بيعبدوا الصنم ده بدون هم يقبلوا انك تقول فيه كلام تخوين بس انت كلك كده ما تسوى حادي يقولك يا اخي الدكتورة دي جهلت رأية في التجمع فهي خاينة كوزة ات تمنوا ذاتك يا أخي هي قالت لك كلام بسيط أو هو البروفيسور قال لك تعليق بسيط يا أخي المواعيد كده كده إحنا بنرى رأيوا حقه يا أخي التجمع ده ما حقه أبو زولي أخوانا الصفحة حقتهم ما حقت أبو زول فهم ديل القبيلة العبدة الباصة ديل جابوا لنا العبدة الجداد ديل يعني تفتكر الزول هو دفاعه عن المهنيين مبني على أسسه كده تحترمه يعني يجي يرد لك هنا يقول لك ها صرفه ما تقوله كده يا أخي وإنت بشوف في الصف تمشي تلقاهه هناك واي الأصم لابس كارهات الليلة يعني ديل عبدة الباصة زهتون أخسم بالله وديل ما سمعوا بالبزبوسة فيها القشطة ورب الكعبة لو سمعوا بالبزبوسة فيها القشطة الموضوع كان انتهى ما بعرفوا البزبوسة لسه ما سمعوا بالبزبوسة فيها القشطة إنت لا تكون البزبوسة المحشية كنافة حجنوا عبدة الباصة أي شيء يا أخواننا شكرا جزيلا مع السلامة